إيهود باراك واحد وثمانين عاماً رجل كبير في السن ولكنه كان رئيساً للوزراء وزيراً للجيش رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وأكثر ضابط إسرائيلي حاصل على نياشين الاتلاف الحكومي وقادة الاتلاف الحكومي يتهمون إيهود باراك بكل وضوح يقولون ذلك علناً أنه المدبر أنه المخطط وأنه الممول لهذه المظاهرة من أين يأتي كل هذا التمويل من الصادف القدس من الصادف تل أبيب فرق موسيقية وفوق كل ذلك هناك يوماً بعد يوم ضباط وجنرالات وخبراء الذين ينضمون إلى المتظاهرين بلا شك أن الذي يقف وراء هذه المسألة هو شخص يمتلك موارد واحترام ومن هو غير إيهود باراك وهذا الذي يتم الحديث عنه الآن بشكل واضح جداً ولكن العديد من رأساء الوزراء السابقين مثل أولميرت وغيرهم ولكن يبقى إيهود باراك الشخصية الأكثر نثوفاً في إسرائيل واحتراماً في إسرائيل إضافة إلى ذلك اليوم على سبيل المثال الصحف الإسرائيلية الثلاثة الكبرى يدعوط أحرانوتها آرتس وإسرائيل اليوم خرجت بمنشتات وهي عبارة عن صفحة الأولى سوداء إتمار بنكفير رد بالقول بأن كل هذا الذي يجري هو عبارة عن حملة علاقات عامة ممولة من أصابع خارجية وأن هذه الأصابع الخارجية هي التي تسعى لإثارة المجتمع الإسرائيلي تماماً كما قال جوستاف لبون في كتاب سيكولوجيا الجماهير بأنه دائماً هناك خطر خارجي يتوجه له أولئك من أنصار اليمين بإلقاء اللوم على مشاكلهم الداخلية وسيكولوجيا الجماهير هي التي شرحت كيف يمكن أن تستمر مثل هكذا مظاهرات بالإتيان بكبش فداء إن صح تعبير طبعاً الاتلاف الحكومي بأن إيهود براك هو الذي يقود كل شيء في الخلفية نهيك أن إيهود براك كان من أوائل الناس الذين قالوا يجب الذهاب إلى العصيان المدني الشامل في إسرائيل نعم بعدما تعرفنا على هذه القصة نتحدث عن الخطوات لدى الشارع تابعنا الاحتجاجات على مدار سبعة أشهر متواصلة ضد التعديلات القضائية يوم أمس في تل أبيب والقدس وغيرها من المدن الإسرائيلية وكل هذه المظاهرات لم تنجح في ثني الحكومة برئاسة نيتنياهو على المضي قدماً في إقرار هذا المشروع والتعديل ألهم في التعديلات القضائية الآن ما الخطوات المقبلة؟ هل سينجح الشارع في تحقيق ما لم يتم إنجازه خلال سبعة أشهر؟ اليوم نقابة الأطباء كانت قد أعلنت عن إضراب ولكنها عملت العديد من الاستفناءات نستفني جراحة القلب نستفني التصوير الإشاعي نستفني المرضى الكائخ غسيل الكلا يعني كان هناك العديد من الاستفناءات وطبعاً استفناء مدينة القدس من هذا الإضراب لم يكن ذاكاً بالشيء الذي كان خطيراً كما قيل أمس بأنه سوف يكون شيئاً كبيراً بأنه كل المستشفيات وما إلى ذلك وبالتالي حتى إضراب نقابة الأطباء اليوم لم يكن باهراً كما هو متوقع أمس كان هناك مئة وسبعين ألف متظاهر في تل أبيب وفي القدس المحتلة وهذا عموماً عدد كبير المعار أضاء الآن أو المتظاهرين إن صح التعبير بشكل أمور اللي يريد أن ينظرون الآن بأن الكنيسة ارتباطة ليس هو مكان الصراع الحقيقي الصراع الحقيقي هو على الأرض على الشارع هناك ثلاثة خيارات الخيار الأول هو الضغط على نقابة العمال الهستدروت وبالتالي الذهاب إلى إضراب شامل أو حتى إضراب جزء تحذيري القضية الثانية هو الذهاب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ومطالبتها بإلغاء قرار أو إلغاء القانون الذي تم سنه أمس يعني أمس تم سن قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا اليوم يمكن أن تذهب المحكمة العليا وتلغي قانون حلها أو منع أو سحب صلاحياتها وهي قضية إجرائية بحاجة إلى عدد من المحاميين والخبراء لحلها والقضية الثالثة هو أن تتحول المظاهرات إلى مظاهرات يومية وليس نصف أسبوعية يعني ليس يومين في الأسبوع ولكن كل يوم هناك مظاهرات وإغلاق الشوارع العامة نعم هذا بالنسبة للخيارات ماذا عن تأثير التعديلات القضائية وتمرير هذه التعديلات في الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على ملف حساس ومهم بالنسبة للإسرائيليين ملف الاقتصاد الشكل الإسرائيلي البورصة الإسرائيلية وأيضا الشركات العاملة في إسرائيل أمس أغلقت البورصة بتفذب وتراجع الشكل الإسرائيلي بدأ ينخفض مقابل الدولار حتى من أمس طبعا اليوم زاد الشركات الإسرائيلية متوجسة من الإضراب الشامل متوجسة من عملية الإغلاقات متوجسة من أن القطاع الخاص في إسرائيل وهذا اللي يفعل القطاع الخاص في إسرائيل هو الذي يشكل الجزء الأكبر من المتفاهرين وحتى ليس القطاع العام فما بالك لو تم الإعلان عن إضراب لنقابة العمال أليه يتمثل إلى حد كبير القطاع العام وسوف يضاف إليها القطاع الخاص الذي هو أصلا منضوي في تحت إطار هذه التفاهرات هذا سوف يؤدي إلى تراجع الاقتصاد ولكن كيف يمكن أن يتراجع الاقتصاد أولا هناك ثقة كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي تم بنائها خلال خمس سنوات الماضية إسرائيل كانت إنجازاتها الاقتصادية باهرة عموما على المستوى الاقتصادي التبادل التجاري التصنيع العسكري التصنيع الهاي تيك الزراعة وما إلى ذلك وبالتالي هناك ثقة دولية بالاقتصاد الإسرائيلي هذا يتضع ضع القضية الأخرى هي خروج عدد كبير من الشركات من إسرائيل إلى الخارج بحجة بأن الأمور أولا غير مستقرة وثانيهم لا يريدون أن يستثملوا في دولة تتحول إلى دولة ديكتاتورية والقضية الثالثة التي هي غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي هو الاهتمام الأمريكي بحل الأزمات دائماً ما تتعرض إسرائيل إلى أزمة تحديداً في الحروب تأتي الولايات المتحدة إلى إنقافها اقتصادياً بضخ الأموات أشكراً الآن بعد أن تحدث البيت الأبيض وكان ممتعداً جداً من موضوع التصويت والذي تحدث عنه أمس وكانت طبعاً استغرباً بأن الولايات المتحدة بهذه السرعة سوف تنتقد ولكن انتقاد الولايات المتحدة فيعني بأن الأموال لن تأتي سريعاً من البيت الأبيض لإنقاف إسرائيل اقتصادياً وبالتالي الضحية الكبرى بكل ما يجري الآن أو الضحية الأولى إن صح التعبير هو الاقتصاد الإسرائيلي نعم